السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا عن تراجع عطارد اللي رح يتراجع في برج العذراء لمردة ثلاث أسابيع ابتداء من اليوم أو ابتداء من يوم الأربعة 23 أب أغسطس طبعا رح يبدأ تراجع عطارد للمرة الثالثة لهذا العام في برج العذراء طبعا المرة الأولى كان يتراجع في برج الجدي اللي بداية العام بدأ العام عطارد بيتراجع التراجع الثاني كان في برج الثور الآن رح يتراجع في برج العذراء ونهاية العام له في آخر شهر 12 رح يتراجع في برج الجدي ويرجع لبرج القوس هو عادة يتراجع ثلاث مرات في العام ولكن هذا العام يعني غير مميز جدا ما شاء الله أنتم حسين بهذا الشيء بما أنه رح يتراجع في برج العذراء طبعا رح يبدأ عملية التراجع ساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة من مساء يوم الأربعة ثلاث وعشرين ثمانية ورح يستمر في عملية التراجع في نفس برج العذراء لغاية الساعة ثمانية وواحد وعشرين دقيقة مساء من مساء يوم خمستاش تسعة يعني ثلاث أسابيع تماما بنصح الجميع أنهم يعني يستمعوا للحلقة بشكل جيد لأنه هذا الشيء يعني لازم لازم تحتاطه بشكل كبير طبعا في فترة التراجع بيكون لها تأثير كبير أو فترة التراجع لعطارة تأثيرها كبيرة على حياتنا أثناء الفترة هاي بنشعر بالتشويش في حياتنا اليومية طبعا التأثيرات السلبية بتبدأ حوالي قبل بخمس أيام وبعد ما ينتهي التراجع كمان خمس أيام يعني منحكي إحنا بشهر كامل يعني تقريبا تأثيرات التراجع بالنسبة للمجالات اللي بيأثر عليها التراجع بشكل سلبي أول إشي عنا عطارد بيتحكم بالاتصالات والمواصلات بالهواتف بالرسائل البريدية بالتجارة بشكل عام فهاي من أهم الأشياء والسيارات أيضا من أهم الأشياء لأنه هو بيأثر بالاتصالات والمواصلات أي شيء له علاقة في هذا الموضوع حتى النقاشات والامتحانات والدراسة والأمور تعتبر من الاتصالات ففي الفترة القادمة منلاحظ أنه الشوارع صار فيها ازدحامات حوادث مفاجئة أعطال سيارات بشكل مفاجئ سرقات للسيارات أو للأجهزة الإلكترونية التليفونات أعطال وخراب فجائي بيصير على الأجهزة الإلكترونية أو بصورة مفاجئة بيصير في التلفاز بالثلاجة غسالة كمبيوتر تليفون كل الأشياء اللي فيها إلكترونيات بيصير فيها أعطال طبعا في هاي الفترة مرضو أي شخص عنده عقد أو مثلا عائشرة سيارة أو أجهزة إلكترونية أو عقود شراكة مثلا أو بدأ عمل جديد أو بيع عقار مثلا يدرسه بشكل جيد يتفقد بنوده بشكل جيد لأنه عادي ممكن يتصرب أي بند هيكة وتلاقي أنه فيه متاعب كثيرة صارت من بعد ما أخذته أنه فيه أعطال أو فيه بعض الأخطاء أو أنه أنت اشتريت شيء طلع فيه عطل معين بدك تسترجعه فالأوراق ما بتسمح لك بهذا الموضوع فيعني بدك تراجع كل البنود بدقة في هاي الفترة برضو أنا ما بنصح أي شخص أنه يكفل شخص آخر ماليا أو يدين شخص ماليا لأنه عادة في فترة التراجع إذا تم هذا الأمر أعرف أنه هذا الأمر يا نصب يا احتيال يا ما رح يرجع لك الفلوس أو رح يطلع روحك عبين ما يرجع لك الفلوس في فترة التراجع طارد أيضا من لاحظ عدم استقرار الوضع المالي بصورة عامة خصوصا على مستوى السوق المالي أو اللي بيضربوا بيعملوا مضاربات مالية أو بورصة أو أسهم أو اللي بيتعاملوا بتغيير العملات هاي الفترة بيكون في تذبذب بالأسعار في كلا الاتجاهين أو بتكون غير مضمونة يعني يا تصاعد يا هبوط بشكل مفاجئ جدا عشان هيك كثير من الأشخاص بيتعرضوا لخسارات مالية في فترة التراجع عطارد من الأمور السلبية أيضا من تراجع عطارد هي النسيان والتشويش وعدم قدرة توضيح وجهة نظرنا أو إيصال المعلومة ممكن نفقد برضو حاجياتنا أوراق تبوتيتنا عشان هيك الفترة هاي بدها تركيز مضاعف تتفقد كل شيء وتحدد أماكن وتصير ملتزم بكل شيء طبعا أنا بنصح دائما في فترة التراجع عطارد الأشخاص يزيدوا من بعض الأكلات اللي بتساعد على الإفرازات الهيرمونات اللي بتساعد على التركيز لشكلة الداكنة أو جوز الهند المأكلات البحرية العسل السبانخ الأكلات اللي فيها اليود الطبيعي أو الملح الطبيعي أو الملح الصخري لأنه شوي الغد الدرقية بصير فيها نوع من أنواع الاضطرابات في هاي الفترة بالنسبة لمجال الدراسة طبعا المجال الدراسة برضو بتخف بشكل كبير القدرة على الاستيعاب بتزول الرغبة في الالتحاق بدورات دراسية بصير فيه كثير من الأخطاء في الدراسة أو في الامتحانات أو في المناقشات أو بالحوارات طبعا أكثر الأشخاص اللي رح ينضروا من هذا التراجع هم موليد برجين يعني بكاقوا كاملة ليش لأنه لهم العذراء والجوزاء العذراء والجوزاء خلاف أنه بتراجع بالعذراء إلا أنه هو الكوكب المتحكم فيهم فهدول أكثر اتنين أو أكثر برجين هم اللي بدهم يركزوا بشكل جيد ويحتاطوا من كل التحذيرات اللي بدي أحكيها لك كل الأبراج بتكونوا تأخذوها على أنها ممكن أنها تصير معاكم بالنسبة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا هو ما رح يكون فيه عدد كبير من الزوايا هم الزاويتين اللي رح يتشكل مع عطارد في فترة التراجع أو الزاوية رح تكون يوم أربعة تسعة هي زاوية تثليف إيجابية بين عطارد وبين المشتري هاي زاوية بتشجعنا لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات بزيد من العلوم الطبية والأستاذ أو الأمور الدينية بتدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذا تحول مفيد ومناسب لاتخاذ قرارات على المستوى المالي أو المادي أو القيام بخطوات بتمنحنا ترقيات في وظيفتنا أو حل خلافات أو دعاوة قضائية بشكل ودي ولكن على المستوى المادي والمالي زي ما حكينا بتكون تركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم ستة تسعة زاوية تقتيران إيجابية بين الشمس وبين عطارد هاي زاوية بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالفترة السابقة وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية بيجلبنا حيوية ونشاط وبيزيد من قدراتنا العقلية وهذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحنات أو النجاح الأدبي أو مشاريح حالية يجب علينا أنه نركز مجهوداتنا على أهداف محددة طبعا بما أنه عطارد بيتراجع فدائما موضوع السفر بدكوا تتفقدوا الأمتعة والتذكرة والمكان وأوراق التبوتية والأوراق اللي محتاجينها والفيزا وكل ما يتعلق بالسفر لأنه بصير فيه بعض الفوضى فممكن يصير فيه بعض المشاكل وأيضا علاقات الصداقة أو الزوجية برضو رغم هاي الزاوية إنها بتشجع على هاي الأمور إلا أنه أنا الزواج تحديدا ما بنصح فيه في فترة تراجع عطارد طيب إيش تأثيرات رح تكون على جميع الأبراج يا سعيد طبعا كل واحد أو كل شخص أو كل متابع بده يسمع برجه وبده يسمع طالعه يبل ما إنه يعني أقول لك أنا هذا إنسوني من موضوع برج القمري وبرج الإسم على اسم الأم وعلى اسم الأخ وعلى اسم الأخت لا ركزولي على البرج برجك وإذا بتعرف طالعك اللي هو ساعة ميلادتك إيش كان الأفق هذا هو الأساس بسموه طالع الصاعد هدولة اللي اتنين هم المهمين برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا خلال هاي الفترة تشعروا بثقل بينال من عملكم وبصير فيه نوع من نوع العجزة في تحمل المسئوليات وكأنه رأيك بصير غير مقبول من الآخرين ممكن يتراكم عليك العمل وتحس بالتقصير عليك الانتباه لصحتك بشكل فعلي وما تهمل أي طار أو عارض صحي في هاي الفترة فترة غير مناسبة للقيام بأي عمل جراحي أو إجراء عمليات طبية أو تجميلية أو برضو بتكون تنتبهوا أثناء الحركة أو أثناء ممارسة الرياضة من الإصابات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هاي الفترة بتجعلك تبتعد قليلا عن الأجواء المرحة بتحس بأنه الأمور ما بتصير معك بسهولة بتصير ببطء شديد جدا وممكن تتعطل في بعض الأوقات بشكل كلي ما عليك إلا أنه يكون عندك صبر لأنه صبرك رح يكون قليل جدا بتميل لأخذ الأمور بجدية ولكن مع الشعور بعدم القدرة على التفكير الصحيح ممكن إذا كان عندك أي مشروع أو تعاقد خارجي أو سفر حاول تأجيله إذا بتقدر إذا ما قدرت بدك تتفقد كل الأوراق والبنود بشكل قوي جدا وإحذر من تقلبات المزاج أثناء تعامل مع الأبناء أو مع الأحبة بهاي الفترة وإنتبه أنك تدخل في علاقة غرامية هاي العلاقة ممكن أنها يكون لها نتائج وخيمة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا يعني بما أنه رح يتراجع في بيتك اللي هو له علاقة بالبيت الرابع له علاقة بالبيت والأب والنظام الأسري فيجعلك شخص متشكك في كل شيء ورافض لكثير من الحقائق أو الأمور ممكن ينعكس هذا الشيء على صحتك بشكل سلبي عليك الحذر من الدخول في حوارات غير غير مجدية هاي لأنها ممكن تتحول لخلافات واضحة بصير في عندك كثير من الأحداث العائلية أو الأعطال بالأجهزة بالبيت أو الأجهزة الإلكترونية حاول أنك ما تبدأ بديكور أو بشيء مكلف ماليا أو تشتري أثاث ثمين بالفترة هاي برضو يعني ممكن الأحداث شوي تكون مزعجة ولكن ضبط النفس مطلوب وخصوصا على المستوى العائلي برج السرطان بالنسبة بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هاي الفترة تعتبر فترة سلبية عموما ممكن تشعر خلال هاي الفترة أو فترة التراجع بصعوبة التواصل لا سيما مع إخوتك أو أخواتك أو جيرانك أو الوسط المحيط فيك بيشعر الطلاب بحدة من الرغبة في الدراسة خصوصا الطلاب المدارس وكأنه اللي بيدرسوا هذا ما إلو أي قيمة فعشان هيك بحاجة هم للتشجيع بتكون متهرب كثير من المسؤوليات الملقاة على عاطقك انتبه خلال التنقلاتك أو سفرياتك على الطرقات من الحوادث أو الأعطال المفاجئة للسيارات حاولوا عدم الدخول في أي علاقة تجارية في هاي الفترة اللي بديشتري سيارة أو أجهزة إلكترونية طبعا ما بنصحه لأنه أنتوا أكثر المتضررين في هاي الفترة الكمبيوتر أو لابتوب أو تليفون أو سيارة هاي إلكترونيات اتصالات يعني رح تأثر بشكل سلبي عليك إذا طلع فيها بعض الأعطال برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا تراجع وطارد رح يكون في بيت مالك بيتك الثاني فرح يأثر عليك لا سيما بالأمور المالية ممكن تتعرض لخسارات كبيرة ممكن تكون يعني شوي هيك عملية نصب احتيال استغلال فبدك تكون حريص لا تحاول الدخول في أي عقود مالية أو قروض مالية أو مضاربات مالية لا تكفل أحد ممكن تضع زي ما حكينا ضحية لبعض المستغلين أو النصابين عليك ترتيب الأولويات وتأجيل أي حوار غير مجدي مع محيطك بشكل كبير الفترة هاي صحيح أنه ممكن يجيك بعض المكاسب المالية ولكن المصريف عالية جدا فاحذر من صرف الفلوس بشكل خاطئ برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا أنت أكثر المتضررين من تراجع عطار لأنه رح يتراجع في برجك وهو كوكبك كمان عشان هيك عليك الحذر من فقدان الرغبة بالقيام بأي أمر جديد خلاسية ما في مجال تطوير المهارات أو التعلم بتفقد رغبتك في القراءة أو المطالعة بصيبك اليأس في كثير من المواقف ممكن حتى التركيز والاستيعاب والحفظ يقل بشكل كبير ممكن يحصل معك خلافات في الرأي مع المقربين بتأدي إلى قطع بعض العلاقات انتبه لأغراضك بشكل جيد في هاي الفترة ممكن تفقد شيء ثمين برضو أهم شيء أهم شيء حواراتك ونقاشاتك ابعد عن النقد اللاذع لأنه بعد مرات رح تتكلم كلامه ينفهم بطريقة خاطئة برضو الأشخاص اللي بعانوا من أمور الأعصاب أو الاكتئاب يحذروا بشكل كبير لأنه بالفترة هاي الوسواس بشتغل يعني مية في المية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا تراجع عطارد رح يكون في بيت متاعبك يعني هذا وجود الشمس في بيت المتاعب وعطارد بتراجع في بيت المتاعب رح يجعل علاقاتك متوترة بوسطك القريب لسيما علاقاتك بأسرتك ممكن تكون متمرد على كثير من الأعراف أو التقاليد في هاي الفترة وممكن تجهر برأيك بشكل انفعال كبير وهذا الشيء ممكن يسبب لك كثير من المشاكل بعلاقاتك لا تفكر بتغيير نمط حياتك المحيط حاول أنك تصبر لحد يتم الشمس توصل لعندك لأنه رح تواجه معارضة كبيرة احضر من الدخول في أي مواجهة مباشرة لأنها ممكن تتحول لخلافات وابعد عن الأماكن المجهولة أو الأشخاص اللي ممكن يكونوا بكيدولك بالخفاء برج العقرب بالنسبة بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا تراجع وطارد بيأثر عليك بشكل سلبي على علاقاتك بأصدقائك أو علاقاتك الاجتماعية لا تحاول فرض رأيك على الآخرين بالقوة لأنه هذا الشيء ممكن يعني خليك تلاقي مواجهة حادة مع بعض الأشخاص في بعض الأصدقاء ممكن تنقطع علاقتك فيهم بسبب خلاف بالرأي أو سوء فهم طارق أو بسبب مواقف غير مرضية إلك لا تتسرع بالحكم أو باتخاذ المواقف الحادة اللي ممكن تندم عليها لاحقا يعني حاول أنك تكون مالا كتير وما تتحسس من الأشخاص اللي بيتعاملوا معاك إلا إذا أثبت عليهم شيء فما بيلزموه خلص ولكن بدون ما أنت تبادر بعملية المشاكل معهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا رح تمر فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة عليك لا سيما فيما يتعلق بوضعيتك الاجتماعية عشان يكبدك تنتبه لسمعتك لأنه في كتير من الأشخاص رح يحاولوا تشويه صورتك أمام الآخرين أو يتبلوك أو يتهموك بأشياء أنت ما بتعملها أو ممكن يتكشف بعض الأمور اللي عملتها سابقا حد يكشف سرك برضو الفترة هاي بتقلل من منجزاتك وأعمالك المختلفة لو تحاول طلب الترقيات أو التقدم لأي مشروع جديد في هاي الفترة لأنه ما رح تكون النتاج مرضي بكما تستحق اعمل على إنجاز أولوياتك بشكل مدروس برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعا فترة التراجع وطارد بيعمل على تعطيل كل شيء بيتعلق بالسفر والدراسات العليا عندك بتحس بأن الأمور ما بتصير معك بشكل جيد بتصير ببطء شديد وممكن تتعطل بشكل كلي عليك الصبر قليلا هاي الفترة إذا كان عندك مشروع لتعاقد الخارج أو السفر حاول تأجيله حتى ينتهي تراجع وطارد عشان تكون نتائج أفضل أي دخول في قضايا أو محاكم في هاي الفترة ما رح تكون لصالحك خصوصا إذا بدأك تبدأ فيها حاول الانتباه أكثر والابتحاد عن اللامبلا والسلبية اللي بيكون عندهم امتحانات جامعية أو دراسات أو مناقشات رسائل جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض بورد 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 بالنسبة لما وليد بورد جد دلو طبعا يعني بما أنه عطارد رح يتراجع في البيت الثامن لا إلك فهنا يعني كل شيء بيتعلق بعمليات الإرث ونقل الملكية والقروض والديون والأمور المالية هو اللي بيكون على علامة الاستفهام هناك الكثير من المقربين بيحاولوا إظهارك بمظهر الخاسر أو بيحاولوا الإساءة لإلك هاي فترة غير مناسبة لتغيير السكن أو شراء عقار أو الدخول في محاكمات مالية تجد نفسك مدفوع لإنجاز ما تراكم عليك من العمل مع شعور كبير بالعجز وحاول إنك ما تغامر بأموال غيرك يعني إذا المال يعني أي مال ما تغامر فيه وأحذر من المحتالين والنصابين وما تكفى الحد وأي مال مش إلك يعني ما تجازف فيه إذا تروح تأخذ قرض عشان تفتح مشروع أو مال زوجتك تبيع ذهبها عشان أنت تسكر ديون أو تداين شخص أو تبدأ مشروع برضو هاي الأشياء راح تكون نسبة المخاطرة عالية جدا فيها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا عطارد راح يتراجع في بيت شراكتك شراكتك المالية والعاطفية وعلاقاتك بشركاءك راح تكون على المحك فممكن تنشأ خلافات طارئة لأدفه الأسباب بدك تكون على حذر وتضبط انفعالاتك ورغباتك في التعبير المباشر عن رأيك ممكن يكون الوقت يعني شوي في بعض الحساسيات أو تنفهم خطأ أو يعني يصير مواجهات فضبط العصاب مطلوب ممكن تكون محط إعجاب الآخرين أو الجنس الآخر ولكن بدك تدرس العلاقة بشكل جيد يابل ما ترد آه أو لا لأنه أنت ما بتعرف الفترة هاي مخادعة في عطارد ما رح يخليك مركز بشكل جيد بتتأثر صحتك بشكل كبير في هاي الفترة لأنه طاقتك ضعيفة فعشان هيك أي شيء لأعلاقة بالاكتئاب بالتوتر النفسي العصبي الشكوك الغيرة حاول أنك تسيطر عليها وسيطر على فعلاتك أيضا هيك منكون انتهينا من حلقتنا لا تراجع وطارد أرجو أنك تأخذوا كل الكلام اللي حكيتوا بعين الاعتبار وتحذروا من التحذيرات اللي أنا حكيتها لأنه فترة صعبة فعلا هي رح تكون فترة صعبة الله يعديها على خير وإن شاء الله كل اللي حكيتوا ما يصير أي شيء وتمضي عليكم بيسر وسلام هيك منكون انتهينا من حلقتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر